السلام عليكم ورحمة الله زي ما كلنا عارفين ان النظام الكيتو دايت اذا الشخص التزم بهذا النظام رح يكون بحالة الكيتوسيس اللي هي حالة حرق الدهون ولكن بهذا الفيديو رح نذكر اربع طرق رح تساعدنا بدخول لحالة الكيتوسيس اثناء التزامنا بنظام اللو كارب طب قبل ما ندخل لهذا الطرق لازم نعرف اشي هي حالة الكيتوسيس حالة الكيتوسيس باختصار ان الجسم رح يكون قادر على انتاج الكيتونات فجسم الانسان لديه القدرة على استخدام مصادر طاقة اخرى غير السكر لانتاج الطاقة فهذه الكيتونات رح تكون مصدر طاقة اساسية بدل السكر عند خفض النشويات ايضا عند الامتناع عن تناول الوجبات والالتزام بالصياب وهذه الكيتونات لها فوائد صحية على الجسم اولا تعتبر الكيتونات بحد ذاتها مضاد للالتهاب فرح يقلل من التهابات الجسم بشكل كبير هذا غير ان الكيتونات يتم انتاجها عن طريق تكسير وتفكيك الخلايا الدهنية المتكدسة داخل الجسم فهذا مطلب الجميع بالتخلص من الدهون المتكدسة داخل الجسم هذا غير ان طاقة الكيتونات المستخدمة داخل الجسم رح تكون طاقة نظيفة نقية جدا خالية من اي مخلفات ايضية طب هل ممكن للشخص الملتزم بنظام اللوكارب انه يدخل لحالة الكيتوزيس ويتم الاستفادة من الكيتونات او لا؟ زي ما انتو عارفين انه نظام اللوكارب تعتبر من الانظمة مخفضة النشويات التي تنصحك بتقليل كمية النشويات فرح تكون كمية النشويات بين خمسين الى مئة جرام في اليوم واذا كنت اول مرة تسمع بحمية اللوكارب فرح اضع رابط بصندوق الوصف يبين ويشرح كافة المعلومات المتعلقة بهذا النظام طب خلينا الحين ندخل للنقاط اللي رح تساعدنا باذن الله على الدخول لحالة الكيتوزيس ودخول لحالة حرق الدهون مع التزامنا بنظام اللوكارب اول واهم طريقة انه نحاول نزيد من نشاطنا اليومي وكمثال لزيادة النشاط اليومي اللي هو تتبع الخطوات اليومية بالنسبة للرجال ممكن زيادة النشاط عن طريق ممارسة المشي وزيادة عدد الخطوات اليومية من 10 الى 15 الف خطوة في اليوم وبالنسبة للنساء ف8000 خطوة يوميا مناسبة جدا لهم فهذه الطريقة فعالة جدا لدخول لحالة الكيتوزيس حتى اذا كان الشخص منتزم بنظام اللوكارب وحتى اذا كان الشخص يتناول النشويات ايضا حاول بممارسة التمرين الرياضية منخفضة الشدة او متوسطة الشدة فهذا الشيء ايضا سيساعدنا بدخول لحالة الكيتوزيس اثناء التزامنا بنظام اللوكارب فمثلا ممكن ممارسة الهرولة او المشي السريع او حتى السباحة فهذه التمرين الرياضية وزيادة النشاط اليومي الجسم رح يكون قادر على انتاج الكيتونات وقادر على الاستفادة منها النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا وفعالة لانتاج الكيتونات ودخول الشخص لحالة الكيتوزيس اثناء التزامه بنظام اللوكارب اللوه هو تطبيق الصيام بكافة انواعه مثل الصيام المتقطع او حتى الصيام الاسلامي فحاول قدر الامكان حتى وان كنت منتزم بنظام اللوكارب وكنت مقنن من كمية النشويات بنظامك الغذائي انك تلتزم بنظام الصيام المناسب لك لان الصيام رح يساعد على دخول الشخص لحالة الكيتوزيس فحاول قدر الامكان بالصيام 16 ساعة يوميا او التزم بالصيام المناسب لك وبالنسبة للنساء فمن الافضل اخذ راحة من الصيام يومين بالاسبوع او ممكن تطبيق نظام الوجبة الواحدة مرة او مرتين بالاسبوع فهذه الطريقة باذن الله رح تساعدك بدخول لحالة الكيتوزيس حتى وان كنت ملتزم بنظام اللوكارب وحتى اذا كنت تناول مصادر نشوية مثل الاروزة الاسمر او الكينوة وحاول ايضا انك تلتزم بالصيام حتى بين الوجبات فهذا ايضا رح يساعد الشخص على دخول لحالة الكيتوزيس الكيتوزيس اثناء التزامه بنظام اللوكارب فمن الافضل انه تكون مدة الالتزام بالصيام بين الوجبتين خمسة الى ستة ساعات النقطة الثالثة اللي رح تساعدنا باذن الله لدخول لحالة الكيتوزيس اثناء التزامنا بنظام اللوكارب وتحقيق الاهداف من ناحية نزول الوزن اللي هو تقليل كمية النشويات النشويات فاحرص في كل وجبة اللا تزيد كمية النشويات عن ثلاثين جرام وكمثال لثلاثين جرام في الوجبة الواحدة اللي هو ممكن تناول خمسة ملاعق من الارز الاسمر الغير مطبوخ او الكينوة الغير مطبوخة فحاول انك تحسب كمية الارز الاسمر والكينوة خمسة ملاعق وتكون غير مطبوخة بعدها اطبخها بالطريقة اللي تناسبك فهذه الكمية تقريبا رح تكون عبارة عن ثلاثين جرام من النشويات ممكن تناولها في الوجبة الواحدة او ممكن تناول خمسة ملاعق من الفول المطبوخ فهذه كلها امثلة غذائية ممكن تضيفها بوجبتك رح تكون مقدار النشويات فيها ثلاثين جرام فهذه الكمية رح تكون مناسبة جدا على تعقيق الهداف بنزول الوزن وانتاج الكيتونات في ساعات الصيام النقطة الرابعة والاخيرة اللي تساعدنا باذن الله على دخول الشخص لحالة الكيتوسيس اثناء التزامه بنظام اللوكارب اللي هو تناول نوع من انواع الدهون اللي هو زيت الام سي تي زيت الام سي تي يعتبر من الزيوت اللي الجسم رح يكون قادر على انتاج الكيتونات من غير اي هضم فهذه الانواع من الزيوت رح تكون عبارة عن طاقة فورية والجسم رح يكون قادر على تحويله على هيئة كيتونات بشكل اسرع وهذا الزيت موجود بشكله الطبيعي بزيت جوز الهند ايضا بجبن الماعز او ممكن رح يكون عبارة عن مكمل غذائي مستخرج من زيت جوز الهند فهذه طريقة فعالة لانتاج الكيتونات فممكن اضافة زيت جوز الهند مع القهوة والشاي فهذا الشي رح يساعدنا على انتاج الكيتونات حتى وان كنا ملتزمين بنظام اللوكارب هذا غير ان القهوة او الشاي مثل شاي الماتشا او الشاي الاخضر رح يساعدنا على تحقيق اهدافنا بانتاج الكيتونات ففكرة جدا ذكية باضافة زيت الام سي تي مع القهوة والشاي فهذه طريقة فعالة جدا لانتاج الكيتونات وحرق دهون اكبر فحتى وان كنت ملتزم بنظام اللوكارب فالجسم رح يكون قادر ايضا على انتاج الكيتونات ورح يكون قادر على الاستفادة من هذه الطاقة النقية بكذا نكون انتهنا من هذا الفيديو فاذا عجبك الموضوع اتمنى الضغط على زر الاعجاب واذا ما كنتم مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذا القناة لان بهذا القناة نهتم اكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون واسترجاع الصحة ويعطيكم الفافية